الحرب ضد الإرهاب وتطرف توقع الساسة ومؤسساتهم في حبال شباكها الطويلة خبر اليوم وثيقة مسربة تكشف عن تقديم مؤسسات تولي بلير معلومات عن الإسلاميين للأنظمة القمعية وفي بقية الخبر قراءة في إشكاليات الوثيقة والانقسامات التي حدثت على آثرها وتساؤل عن الحيز بين العمل المؤسساتي الخيري والأمني لسيما التجسس على المؤسسات الدينية والعلاقة بين مؤسسات بلير الخيرية والأنظمة القمعية أهلا بكم في بقية خبر جديد معكم أنا سرمد أكرم كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن وثيقة مسربة من 30 صفحة تفيد بأن مؤسسات خيرية تابعة للرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تعتزم جمع معلومات عن الإسلاميين في إفريقيا لصالح أنظمة متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان المزيد في هذا التقرير وثيقة مسربة مكونة من 30 صفحة كشفت عنها صحيفة سندي تايمز عبر تقرير بعنوان مؤسسات بلير الخيرية تقدم معلومات عن الإسلاميين للأنظمة القمعية وذكرت الصحيفة أن المؤسسات الخيرية التابعة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تعتزم جمع معلومات عن الإسلاميين في إفريقيا لصالح أنظمة متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في نيجيريا ومالي والنيجر وساحل العاج ويتم ذلك عبر خطة يشرف عليها جيم ميرفي زعيم حزب العمال السابق في اسكتلندا الذي يقدم استشاراته لبلير حيث تقوم مؤسساته الخيرية بجمع بيانات عن المساجد والمدارس في التجمعات الإسلامية في إفريقيا تحت شعار محاربة الإرهاب وتقول سندي تايمز أن الخطة ستنتفع بالصلات التي بناها بلير مع الزعماء الأفارقة ويوثق تعاون مؤسساته مع الأنظمة الإفريقية للتصدي للإيديولوجيا الإسلامية لكن الأمر المطروح كمحاولة من بلير لأن يكون في صدارة الحملة الدولية ضد التطرف أحدثا شقاقا وقلقا بين موظفي بلير ومساعديه الذين يخشون من تبعات الأمر وكذلك الحال مع مراقبين للمسألة والذين قالوا إن المقترح خطير لأنه يحد من الحريات الدينية ويفسح المجال أمام الأنظمة الاستبدادية لاستغلال الأمر إذن معنا في السوديو دكتور سعد ناجي الأكاديمي والباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات بجامعة لندن وينضم إلينا من لندن أيضا سيد إيان بلاك الأكاديمي والمحرر في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان سابقا كما نرحب بما ينضم إلينا من واكشوت سيد محمد بن المعالي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في إفريقيا ألا بكم جميعا البداية معك دكتور سعد هل بالفعل مؤسسات توني بلير الخيرية وبحسب ما تسرب تستخدم العمل الخيري المؤسساتي كغطاء تكون من خلاله تقدم ربما معلومات أمنية واستخباراتية لأنظمة قمعية في إفريقيا بالتأكيد أن تاريخ بلير الأسود يؤهل لفعل مثل هذه الأمور هذه ليست بالأمور الجديدة على السيد بلير الكل يتذكر كذبة وما فعلة من أجل تدمير العراق وتبرير الحرب على العراق وأنا أعجب كيف أن هذا الشخص الذي متهم في بلده بأنه مجرم حرب وعليه قضايا كثيرة وآخرها تقرير تشيل كوت اللي ينشر وأوضح بشكل جلي الدور السيء اللي عبى هذا الشخص ضد حقوق الإنسان كيف يمكن لي مثل هذا الشخص أن يحظى بدعم من دول عربية وغير عربية ويبرر أعماله بأنها أعمال إنسانية وخيرية وهي في الحقيقة تجارة مربحة جعلت من عنده شخص تقدر ثروت الآن بمئة مليون باون استرليني أو مئة مليون دولار ربما وكل هذه الأموال حصل عليها من ما يتحدث بي عن أعمال استشارية في الشرق الأوسط سواء في القضية الفلسطينية ولم يفعل شيء بهذه المسألة وإنما أخذ المليارات ثم بعد ذلك من حتى دولة الإمارات ملايين كثيرة وهو أيضا لم تستفد الإمارات من هذه الملايين وكذلك الدول الباقية أنا بتقديري المتواضع أن هذا العمل أن يأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة كبيرة للعودة إلى أفريقيا هو الشيء الذي في تقديري يدفع السيد بليار لمثل هذا العمل طيب سيد إيان بلاك إذن يعني هو موضوع خطير ليس بالسهل ما كشفت عنه هذه الوثائق المسربة في استخدام أنشطة أعمال خيرية كغيطاء لعمل أمني واستخباراتي يقدم معلومات لأنظمة لطالما اتهمت بأنها تنتهك حقوق الإنسان في إفريقيا إلى أي مدى هناك خطورة فعلا من هكذا تشريبات أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نقول في هذا الإطار إن ناطقا باسم توني بلار طال بناء على ما ذكرته سندر تايمز إن ما يناقش هنا هو معلومات موجودة في المجال العام وليس معلومات شخصية ولا أعتقد أن هناك مضمونا في التقرير يبرر الانتقادات بأن هذا هو نوع من التجسس التقرير لا يقول ذلك ما يقوله التقرير هو أن الناس الذين يعملون لصالح بلار يشعرون بالقلق إزاء هذا الموضوع لأنهم يؤمنون بأن السبيل الأفضل هو الفصل بين الدين والدولة ولا يوجد في التقرير ما يشير إلى معلومات أمنية أو استخباراتية ولكن الأمر الواضح والمتحدث السابق قال ذلك هو أن بلار ليس شعبيا على الإطاق لا يحظى بشعبية خاصة بسبب إرث الحرب العراقية وأيضا لأنه منذ أن غادر عشر داونينغ سريت تمكن من جمع ثروة كبيرة بتقديم المشورات للحكومات في شتى أنحاء العالم ولكن سيد إيان السؤال هنا عن طريقة تعاطي المعلومات في مكافحة الإرهاب عبر تقديم معلومات وبيانات لأنظمة قمعية في أفريقيا لطالما اتهمت بأنها تنتهك حقوق الإنسان كيف يمكن أن تمد بهكذا معلومات مرة أخرى لقد قرأت المقال في صحيفة السندي تايمز وفي ذلك التقرير يوضح الناطق باسم بلار أن ما يتحدثون عنه هو معلومات موجودة علنا طبعا بعض الأنظمة لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وهذا يثير أسئلة حول عمل بلار مع أنظمة من ذلك القبيل بكل تأكيد ولكن يجب أن نكون منصفين وأن نقول ما ذكره موظفو بلار بالنسبة لعملهم ربما تقديره سيء ولكن هذا لا يعني أنه يعمل في مجال مكافحة الإرهاب لصالح تلك الحكومات طيب سيد محمد أبو المعالي كيف يمكن أن يؤثر ما سرب ومقترحات الخطة التي تسربت على عمل المؤسسات الدينية في أفريقيا وهي كثيرة كيف يمكن أن نتوقع تأثير ذلك عليها طيب شكرا جزيلا على الاستضافة أولا دعني أضيف بأن هذا الأمر الذي كشف عنه التقرير ليس إلا حلقة من مخاوف عديدة وهي أيضا قديمة متجددة تتعلق بعمل الهيئات الخيرية الغربية في العالم الإسلامي وفي أفريقيا بشكل خاص إذ طالما ظلت هذه الهيئات محل اتهام إما بالتجسس أو بالتبشير لذلك هذا التقرير يكشف عن أمور قد تدفع إلى مزيد من مصداقية هذه الشكوك وإلى تعريض غير هذه المنظمة غيرها من المنظمات الخيرية تعريضها الخطر بحكم أنها قد تعامل على ذات المنوار وتتهم أو توجه لها ذات أصابعي الاتهام قال قائل إن الأمر يتعلق بمعلومات على الموجودة بشكل عام أنا أسأل ما علاقة المعلومات الأمنية وإن وجدت بشكل عام بالعمل الخيري ما علاقة تقديم معلومات أمنية أو استخباراتية إلى دول قمعية بالعمل الخيري هذا انحراف أو هو على الأصحي كشف عن حقيقة عمل أوهم بأنه خيري والواقع أنه غير ذلك أما تأثيره على العمل الإسلامي فالأمر يتعلق بحرب قديمة على التدين في العالم الإسلامي ومحاولة تميع الإسلام الكل يعرف أن الإسلام ليس كباقي الديانات الإسلام دين يتعلق بالحياة كما يتعلق بالآخرة وبالتالي محاولات هشاشة البحث عن مفاصل للتواغل ولإضعاف الدين ولتحطيم التدين هو نوع من محاربة هذا الدين وبالتأكيد له تأثير لكن أيضا له تأثير أكثر خطورة هو أن مثل هذه الأمور إنما تدفع إلى مزيد من التطرف تدفع إلى مزيد من رفض التعايش ومن رفض الآخر ومن الشك فيه حتى ولو شاء لتقديم المعاونة الخيرية أو لتقديم المساعدة مثل هذه التصرفات تدعو إلى عزله وإلى الحذر وإلى التعاطي معه بحذر هذه هي النتائج الحقيقية لمثل هذه التصرفات طيب دكتور سعد لماذا تضح من خلال هذه الوثاق المسربة أن الأنشطة تتركز على هذه الدول نيجيليا مالي ونيجر وبنين وساحل العاج لماذا هذه الدول تحديدا؟ بالتأكيد هذه أهم الدول الأفريقية الآن في الساحل الغربي من أفريقيا وهي الأكثر تضررا طبعا في بعض قسم من عدها مواجهة التي تطرف حركات متطرفة إسلامية مثل بوكا حرام وغيرها وبالتالي يكون التركيز عليها لمعرفة نشاطات هذه المنظمات أنا الذي أقوله أنه كمنظمة خيرية كمنظمة إنسانية كمنظمة للعمل مثل ما يسموه بالإنجليزي الأعمال الخيرية والإنسانية لا تنصب في جمع معلومات عن مجموعة من الناس أو ديانة من الديانات أو حركة من الحركات أو أماكن عبادة هذه ليست بالأعمال الخيرية أعمال الخيرية هو الذي كان ينشرها سابقا ويروج لها أنه نجاح في محاربة مرض الإبيولا نجاح في محاربة الفقر في بعض الدول الأفريقية هذه ممكن أن نعتبرها أعمال خيرية أعمال نبيلة بين قوسيا ولو أنا لا أعتقد أن هذا الشخص عنده أي فكرة عن الأعمال النبيلة أنه بنظري مجرب حرب لكن أن يتقصد في أن يقوم بجمع المعلومات عن مجتمع عن مساجد عن مدارس إسلامية عن مراكز إسلامية هذا هو الخطر في الموضوع يعني هو لا يقوم بعمل خيري في هذه الأماكن طيب من يدعمه؟ يعني مصادر دعم هذه المؤسسات مؤسسات توني بلير الخيرية تثير تساول عن الدعم ومن ورائه بحيث يدفع للقيام هذه الأنشقة سابقاً الولايات المتحدة الأمريكية فيها منظمات تدعم السيد توني بلير بنك جاي بي مورغين هذا الأهم البنوك الأوروبية تدعم السيد بلير وكذلك مجموعة تعتقد اسمها إعمار في الأمارات العربية المتحدة هذا الموذكور في الصحف يعني مو أنا اللي أقوله أنه تقدم لمعونات كبيرة ثم هناك المعونة التي تقدم له من دولة إسرائيل وطبعاً من باقي بعض الدول العربية التي لا تعلن عن اسمها لكي يقوم بأعمالها ومثل ما خبرتك هذا الرجل إيجا رئيس وزراء عنده شقة صغيرة الآن يمتلك في لندن عقارات تقدر بالملايين مع ضيعة كبيرة خارج لندن وقلت لك الصحف البريطانية الآن تقدر ثروتة بحوالي 100 مليون باون سترليني هذه الأموال من أين أتى بها؟ أتى بها من تبرعات هذه الدول أو من دعم هذه الدول اللي يتمكنها بحيث أصبح عنده طيارة خاصة يسافر بها وأصبح عنده فريق عمل كامل فقط هذا فريق عمل بمرتبات ضخمة هذا رئيس حزب العمال اللي في سكوتلندا اللي تحدث الآن يساعده بالاستشارة راتب 200 ألف باون سترليني في السنة من أن يدفع لها بلير هذه مبالغ ضخمة وفرت إلى من قبل هذه القوى التي تستفاد من المعلومات اللي يعطيهيها طيب سيد إيان يعني الوثاق المسربة لا شك أنها أحدثت يعني انقسامات بين موظفي ومساعدي بلير في طريقة الحرب على الإرهاب هل يمكن أن نشهد صدام يخرج إلى العلن أكبر ما هو معلن الآن إنه في غاية الأهمية أن نفهم أن توني بلير شخصية مثيرة للجدل كان رئيس وزراء ناجحا على مدى عشر سنوات لكن جميع إنجازاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على عملية السلام في أعيلندا الشمالية ضغط عليها الحرب العراقية التي كان شخصية مهمة فيها نشر مؤخرا تقرير تشيل كوت حول دوره في تلك الحرب وبالنسبة للكثيرين في بريطانيا وبكل تأكيد في الشرق الأوسط فإن دوره في العراق ونجاحه العظيم كرجل أعمال فيما بعد باستخدام علاقاته الشخصية ونفوذه كان لها انطباع سلبي متحدثكم السابق تحدث عن تاريخه الأسود وأعتقد أن هذا الانطباع عن بلير هو المفتاح الرئيسي لفهم وجهات النظر حوله مهما فعل فإنه عرض للانتقادات ولكن بالنسبة لهذا التقرير بصفة خاصة ما نراه هو التركيز على أنشطة الإسلاميين ربما لا تلقى أو تتلقى اهتماماً غير متناسب هو له علاقة بدولة الإمارات وصحيح أن تلك الدولة حاولت ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية للتحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا هذا لم يحدث في عهد بلير ولكن القضية نفسها مطروحة الآن ولكن يجب أن نقول أيضاً أن بلير مهتم بالنظر في بعض القضايا الاجتماعية يحاول الضلوع في قضية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هناك إمكانية للمبالغة في حوافزه حتى ولو أنه تقديره سيء في اختيار الحكومات التي يتعامل معها قلت أن بلير سجل نجاحاً في أثناء فترة كونه رئيس للوزراء خلال عشر سنوات وكأن بلير لم يتعرض لأي انتقادات شعبية بريطانية يعني من أين جئت بتجربة نجاح لأنني أعتقد أن من المهم أن نتذكر قصة أحد أو أكثر السياسيين نجاحاً في هذه الدولة لقد فاز في ثلاثة انتخابات فاز في انتخابات حتى بعد غزو العراق وأذكر ذلك لأنه من المهم أن نبين كيف تغيرت الأوضاع وأن نفسر كيف أن مشاركته في حرب ألفين وثلاثة طغط على النجاح الذي حققه في مجالات أخرى وأعتقد أن هذا مرتبط بشكل كبير بما نسمع عنه في وسائل الإعلام بما في ذلك تقرير واضح جداً إذن سيد محمد أبو المعالي هل المؤسسات الدينية بعيدة عن هذه الشبهات نتحدث المؤسسات الدينية في إفريقيا هل هي مبرأة من هذه الشبهات بالإرهاب هل ما تتهم به بعض المؤسسات جزافاً هكذا هل لها صلة بالإرهاب المؤسسات الدينية في إفريقيا ليست على قلب رجل واحد كما يقال هي تتنوع وتتباين تنوع وتباين مشاربها في إفريقيا تنتشر الإسلام بشكل كبير هذا الإسلام بعضه سلفي يتفاوت بين سلفية العلمية وسلفية الجهادية بعضه وهو الغالب العم صوفي بمختلف الطرق الصوفية ومختلف الحضارات الصوفية من تجانية وقادرية وشاذرية وغيرها جامع كل هذا هو مستوى من التدين ويتناقض في كل شيء أتصور أن الكثير من التهم التي توجه لبعض هذه المؤسسات الدينية بشقيها الصوفية وغير الصوفية مبالغا فيه إلى حد كبير لأن تهمة الإرهاب أو دعم الإرهاب أو نشر الفكر الإرهابي باتت اليوم تهمة المتدينين أيا كانوا وباتت تدين سمة للتطرف أو لصيق للتطرف والأمر غير صحيحا هناك العشرات من المشايخ والعلماء في إفريقيا من الصوفيين والسلفيين والسونيين وغيرهم مناهضون للإرهاب ومناهضون للتطرف ومع ذلك يسمون اليوم من قبل مثل هذه المنظمات بالتطرف صحيح أن إفريقيا اليوم معقل لما يعرف بالكثير من الحركات الجهادية خصوصا بعض الدول التي وردت في التقرير كمالي التي يشكل جمالها مسرحا لجماعات القاعدة وبعض أتباع تنظيم الدولة ونجاريا التي بها بكو حرام وكذلك ساحل العاج وغيره بحكم الترابط الديمغرافي بين القبائل التي تتوغل فيها هذه الحركات فعلى سبيل المثال في نجاريا وحتى الكاميران وسعي العاج يتوغلون في قبائل الكانولي والفلاتا وغيرهم في الشمال المالي يتوغلون في الطوارق وفي الفلان إذن هناك أبعاد ديمغرافية عرقية إثنية وراء ربما مثل هذا الانتشار لكن هناك تدين عام وعارم لا علاقة له بالتطرف ينتشر في إفريقيا أغلبه الأعظم تريد أن تقول أن هذه الأنظمة في حملات ضد الإرهاب ربما لا تميز في معاملتها بين التدين الطبيعي والمتطرف هل هذا ما تقصده هذه الأنظمة أحيانا تحاول تحاول الخلط عن عمد لأهداف سياسية بحتة وتصم غير المتطرف بالتطرف وبالتالي تهمة التطرف والإرهاب هي تهمة جاهزة توزع على الخصم السياسي لسبب سياسي معض لا علاقة له بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بإيديولوجيا الفكر المتطرف طيب دكتور سعد يعني توني بلير مرة أخرى ما دافع الذي يدفعه لتصدر أن يكون هو يحارب الإرهاب وبهذه الطريقة ضد التطرف ومكافحة الإرهاب وأن يكون هو في الصدارة يعني هل له أغراض معينة برأيك أن يتصدر توني بلير لهذه المهمة أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يوصف هذا الرجل بأنه كان سياسيا ناجحا ونعم كان كاذبا وكذب على شعبه وبالتالي بعد سنين من بعد الحرب في العراق ثبت كذبة والآن حزب العمال الذي كان يرأسه دفع ضريبة كذبة وخداعة للرأي العام ولا يزال يدفع هذه الضريبة وتقرير تشلكو تبين الكذب والمراوغة والتضليل الرأي العام وكيف أنه قاد بلد إلى حرب غير مشروعة وكيف أنه أدت هذه الحرب إلى ما نشاهد الآن المنطقة كيف إلى ما وصلت إليه كلها نتيجة للحرب والآن هو رغبته وكيف تفسر هذه ليست رغبة يا أخي العزيز هذا هو مجال للربح المادي بالنسبة إليه هو ليس إنسان قديس بحيث يريد يحارب الإرهاب بهذه الطريقة أنا لا أفهم لماذا تقوم منظمة خيرية بجمع معلومات عن مجتمع أنا لا أبرأ بعض الجماعات الإسلامية من الإرهاب أو التطرف لكن هذه ليست مهمة السيد بلير في أن يجمع المعلومات عنها هذه مهمة الدول واجهزتها الاستخبارية هو عملك يقول أنه عمل خيري وشاريتي ولصالح الإنسانية وما شابه ذلك ما علاقته بجمع المعلومات هو يريد أن يقدم خدمة لجهات معينة وذا يقدم هلها الخدمة وهذا يتضمن طبعا قبلها هذا صارت حملة كبيرة على محاولة إيران إلى العودة أو تشييع بعض الدول وكان هناك حديث عن أن الإسلام هو ما يقود هذه الدول إلى النيارة الأفريقية فبالتالي شاهد فرصة مناسبة أن يجمع الأمال في سبيل أن يقدم معلومات وليس بعمل هذا ليس عمل خيري وليس عمل إنساني هذا عمل مخابراتي ليس من مهمات الجهات أو المنظمات الإنسانية تقوم به واضح جدا دكتور سعد ناجي الأكاديمي والباحث في مركز شرق الأوسط للدراسات بجامعة لندن شكرا لحضورك معنا في الاستوديو والشكر أيضا لك سيد إيان بلاك الأكاديمي والمحرر في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الڭارديان سابقا كنت معنا من لندن وسيد محمد أبو المعالي الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية في أفريقيا كنت معنا من واكشل شكرا جزيلا لك شاهدين اشتركوا في القناة